اهلا بكم خطوة جديدة تتخذها روسيا بتنظيم استفتاء على انضمام عدد من المناطق في اوكرانيا لاراضيها على غرار ما حدث في شبه جزيرة القرم المناطق التي يشملها الاقتراع هي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون على ان تستمر عملية التصويت حتى السابع والعشرين من الشهر القاري دونيتسك هي منطقة ذات اهمية استراتيجية لموسكو حيث تبلغ مساحتها نحو 26500 كم مربع اي ما يعادل نحو 4.4% من اجمالي مساحة اوكرانيا هي مقسمة الى 18 منطقة وتضم 52 مدينة و131 بلدة اللغة الرئيسية في المنطقة هي الروسية ويبلغ عدد سكانها الاجمالي نحو 4.3 ملايين نسمة معظمهم من الاوكرانيين والروس الى جانب قوميات اخرى كالتترية والارمانية رغم مساحتها الزراعية الواسعة تعتبر دونيتسك منطقة صناعية اذ تشتهر بكثرة مناجم الفحم الحجري ومعامل الحديد والصلب والتي يعمل فيها معظم السكان اما لوهانسك فتبلغ مساحتها نحو 26.600 كيلو متر مربع وهي مقسمة الى 18 منطقة ادارية تضم 37 مدينة و109 بلدات يبلغ عدد سكانها الاجمالي نحو مليوني ومئتي الف نسمة وفقا لاحصاء عام 2014 ويشكل الاوكرانيون والروس معظم السكان وتتوزع النسبة الباقية على قوميات اخرى كالمنتسبين الى مولدوفا وروسيا البيضاء والتطر والارمان والاذريين لوهانسك هي منطقة صناعية فيها الكثير من مناجم الفحم ومعامله كما يعتمد اقتصادها على شبكات وطرق ونقاط عبور البضائع من روسيا وإليها بسبب الشريط الحدودي الطويل معها المنطقة الثالثة هي خرسون وهي الموطن الرئيسي لبناء السفن تحظى بأهمية ومكانة استراتيجية كبيرة لدى الروس لاعتبارها ميناء مهم يطل على البحر الاسود ونهر دينيبرو كما انها تتصل جغرافيا بمناطق حيوية ومهمة يعيش في مدينة خرسون نحو مائتين وتسعين الف نسمة حسب احصائيات عام الفين واثنين وعشرين وكانت تأول قاعدة بحرية روسية لبناء السفن على البحر الاسود كانت تعرف وقتها باسم محافظة ميكولعيف مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لأهم المناطق الأوكرانية التي تشهد استفتاءا على الانضمام إلى روسيا شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة